تقدروا تسموها قدرة أو حالة خاصة نادرة واسمها والحالة دي حقيقة وموجودة عند قلة من الناس واللي منهم بطل قصتنا النهاردة القدرة دي أو الحالة دي بتخليه يتذكر كل يوم تقريباً بكل تفاصيله وحتى لو كان من سنوات طويلة يعني من طفلته ولغاية يومنا ده وعلشان يثبت براءة أبوه بيبقى جين محامي ولما كان بيكافح علشان يخرج أبوه من السجن بيحصل معاه اللي ما كانش بالحسبان وبتتقلب النعمة اللي وهبها ربنا ليه لنقمة هينسى بيها كل حياته إزاي وإيه اللي حصل ده اللي هنعرفه مع الملخص الكامل للمسلسل الكوري Remember War of the Sun أو تذكر حرب الابن فخليكم مع دانا فليكس للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل المثيرة والمشوئة للحكاية بتبدأ قصتنا مع شاب اسم جين وهو رايح يزور سيو أبوه في السجن لأنه متهم في قضية أتل لكن سيو أبوه بيكون فاقد الزاكرة وما بيعرفش جين وهنا بيرجع جين بالذاكرة أربع سنين للوقت اللي كان قاعد بيفطر فيه مع سيو أبوه في البيت وكان الباب يخبط فبيطلع جين يشوف مين ويلقيه أوه صديق العيلة وجيونج بنته جايبين لهم أكل ومعدين يصبحوا عليهم في نفس الوقت بيكون في محامي اسمه بارك قاعد مع رجل أعمال كبير اسمه جو وده علشان يشوفه حل في القضية المتهم بيها وبنعرف هنا إن جو كان سهران مبارح في مكان مشبوه وتخانق مع شاب من الموجودين وضربه جامد جدا وعلشان كده الشرطة أبضت عليه ومن سوق حظه إن الشاب ده يطلع مان الوريس الوحيد لمجموعة شركات إلهم فبيتخدجوا أول ما يعرف وبارك يقوله إن المرادة مش هيقدروا يرشوه لإنه شخص زكي جدا ولو عملوا كده معاه فهم هيودوا نفسهم في زتين داهية فبيقول له جو يتصرف علشان يخرجوا من القضية دي قبل ما الخبر ينتشر وسبعته تروح ونرجع لي جين اللي بيكون راكب الأوتوبيس ورايح مدرسته وبتكون بنت اسمها لي ركبة معاه وأول ما الأوتوبيس بيقف بيتخبط جين بيها وشنطتها بتقع على الأرض وجين بيجبها لها ويدها لها لكن ليه بتلاقي إن المحفظة بتاعتها تسرقته ما بترضاش تخلي أي حد ينزل من الأوتوبيس وبتقول كمال للسواء يطلع بيهم على الاسم فورا ولما يروحوا هناك بتتهم ليه جين بإنه هو اللي سرقها فبيسألها لو كانت فكرة مين اللي كان قاعد في الكورس اللي جنبها وبتقوله إنه ما فيش أي حد هيفتكر التفاصيل الصغيرة دي لكنها فكرة إنه كان قاصد يوقع شنطتها والساعة كانت حوالي 3 أو 3 لكن جين بيقول لها إن كلامها كله غلط لإن الساعة كانت 3 أو 8 دقايق بالزبط وأما رقم الأوتوبيس اللي كانوا ركبين فيه فهو والبنت اللي كانت قاعدة جنبها كانت في أواخر العشرينات وطولهمية 65 سانتي وشعرها قصير ولبسة سماعات بيضة وجاكت أزرق وهنا كل اللي وقفين بينبهروا من ذاكرته لإنه فاكر تفاصيل دقيقة جداً صعبة أي حد يفتكرها وبيجروا كلهم على البنت اللي جين قال لهم عليها وبيرجع جينب ذاكرته لما كانوا ركبين الأوتوبيس وبيقول لي إن الشنطة لما وقعت منها كانت أصلاً مقطوعة والشخص اللي قطعها ما كانش يراكب معهم الأوتوبيس ده لإن الشخص ده كان موجود في الموقف وقطع لها الشنطة لما كانت وقفة مستنية الأوتوبيس وبعدها هكلم حد في التليفون وقال له إنه رايح مكتب الضرايب وبيشاور هنا على صورته اللي بتكون متعلقة في لقاحة المجرمين في الاسم بنروح بعد كده البارك وهو رايح يزورتك محامي مان رئيس مجموعة شركات إله للتأمين وبيدخل وراه الحمام علشان يحل معهم موضوع القضية ويقول له إن في صفقة مخدرات هتم مقرين في مدينة بوسان وممكن يتولى القضية دي مقابل إنه يفرج عن جوه خصوصا إنها تكون فرصة كويسة ليه علشان يثبت كفاءته بعد ما خسر آخر قضية فبيوافقتك على العرض بتاعه وبنعرف إن مان شخص جامد جدا وفلوسه مقوية قلبه وماشي يعمل مشاكل مع أي حد لدرجة إنه معين فريق كامل من المحاميين علشان بس يترفعوه في الأضايا المرفوعة ضده ده غير معاملته مع الموظفين اللي شغالين في شركته واللي لازم كلهم يركعوا أول ما يشوفوه داخل الشركة ومحدش فيهم كمان يقدر يحط عينه في عينه لأنهم لو عملوا كده مان هيعقبهم في الوقت ده مان بيكون راكب العربية مع بيهم صاحبه والمساعد بتاعه وبيسأله هو عمل إيه في قضية جوه فبيقوله إن عين محامي شاطر جدا وقدر يسجنه فبيتعصب عليه ويقوله إنه أهانه قدام الناس ولازم يكون عقابه أكبر من كده بكتير وبنزله من العربية ويقوله ياخد تكسي روح به وقبل ما يمشي بيأكد عليه جبله المغنية اللي هتغني في الحفلة بتاعت النهاردة بالليل وأما بار فبيكون متابع كل اللي بيحصل ومصورهم أو بنرجع للليل اللي بتكون قاعدة مع عائلته في مطعم البيتزا بتاعهم وبتشوف البرامج كلها بتتكلم عن جين وبيقوله إنه عنده زاكرة تصويرية نادرة وقوية بيقدر من خلالها يفتكر بيها كل اللي حصل بالتفصيل وهنا والدت لي بتكون منبهرة به وبتقول لها إنه ممكن يحفظ قتب القانون دي كلها ويبقى محامي شاطر جدا فبتغير ليه وبتقلب القناة وبنعرف إنه جين وليه في كلية الحقوق في نفس اليوم بالليل بيوم بيجي بالمغنية اللي هتغني في الحفلة والمغنية دي بتكون جيونج بنته وصديق سيو اللي بيكون والد جين واللي كمان بيكون شغال في الفندق اللي الحفلة معمولة به وأول ما جيونج بتشوفه بتتوتر لإنها جاية من ورقة لها فبياخدها بيوم للأوضة اللي هتتجهز فيها ويوريها اللبس اللي هتلبسه لكنها بترفض لما بتشوف اللبس وبتكون عايزة تمشي بس بيوم بيمنعها ويقول لها إن الفلوس اللي هتاخدها الليلة تقدر تسدد بيها مصاريف جامعتها كلها بعدها بيسيبها ويمشي قبل ما تغير رأيها وأما سيو والد جين فبيتصل على جين ابنه يكلمه فيديو كوله هو في الشغل وبتجي جيو زميل تتسلم على جين ابنه وبعدها بيقفل معه علشان يشوف شغل في الوقت ده مان بيكون وصل الحفلة ولما بيشوف سيو أبو جين بينظف المكان بيطلب من بيوم يطرده بره وأول ما الحفلة بتبدأ جين بتقف تغني أغاني هدية لكن مان بيتدايق وبيقوم يكسر في المكان كله لإن الأغاني اللي بتغنيها مش عاجباه وبيكبرها كمان تغني الأغاني اللي هو عايزها وبعد الحفلة بيدخل وراها الأوضة ويعتدي عليها في الوقت ده سيو أبو جين بيكون في محل التليفونات علشان يشتري واحد لجين والبنت اللي وقفة في المحل بتقوله إن اشتري نفس التليفون لابنه ثلاث مرات قبل كده فبيقول لها إنه ما كانش هو وإنها أكيد غلطانة ولما جين بيلاقي أبو اتأخر بيحاول يتصل عليه كل شوية لكن سيو ما بيردش غير تاني يوم الصبح ولما يرد على جين بيقوله إنه مش عارف هو فين ولا فاكر هو جاهنة ازاي فبيطلب منه جين ما يتحركش من مكانه هو هيروح له وفجأة سيو أبو جين بيشوف جسد جيونج قدامه ولما جين بيوصل بيبلغ الشرطة وبينقله سيو المستشفى ولما الشرطة بتجي تحقق معاه في المستشفى بيسألوا عن السبب اللي يخلاه أصلاً يروح المكان ده بالذات فبيقولهم إنه مش فاكر أي حاجة حتى جيونج دي ما يعرفهاش وبحاول جين يفكروا إنها تبقى بنت أوه صاحبه لكنه ما بيفتكرش ولما جين بيروح البيت بيلاقي إن أبو كان جايب من كل حاجة 3-4 مرات ودل إنه طبعاً بيفقد الزاكرة أكتر وأكتر ومن زمان هما بيروحوا للدكتور علشان يتبعوا حالته لكنه ما كانش يعرف إن حالته متدهورة بالطريقة دي وأما المحققين فبيكونوا خايفين يتضروا في شغلهم لأن في أوامر جاتهم إنهم لازم يقبضوا على الآتل النهاردة فبيقرروا يلبسوا التهمة للمسكين سيو والد جين وفعلاً بيروحوا يقبضوا عليه من العزة وبيببروا المسكين يمضي على شهدته بإنه القاتل الحقيق تاني يوم بيكون في مظاهرات قدام المحكمة اللي هيتم فيها محكمة سيو وبكونوا عمالين يطلبوا بأعدامه وأول ما يعرفوا إن جين يبقى ابنه بيفضلوا يجتموه ويرموا عليه زبالة والسلسلة بتاعته بتقع منه في الأرض وبكونوا عايزين يضربوه لكن الأمن بيمنعهم وأما أبوه فبيطلب منه يروح يزر والدته ويونج أخوه لإن ذكرى وفاتهم النهاردة لكن اللي بيعمله جين إنه بيعين آيك المحامي علشان يدافع عن أبوه في القضية بس المحامي بيتوتر جداً وقت الجلسة وما بيعرفش يقول كلمتين على بعض وهنا بيستغل المدعي العام إن سيو فاقد الزاكرة وبيضغط عليه في الأسئلة أكتر وأكتر وأما سيو المسكين فما بيكونش عنده ردة على الأسئلة غير إنه مش فاكر أي حاجة من اللي حصل وكمان مش فاكر هو كان فيه وقت وقوع الجريمة لكنه بيأكد لهم إنه ما قتلهاش ولا اعتدى عليها وفجأة أوه صاحبه وأبو الضحية بيجم عليه هو ماسك سكينة في إيده بيحطها على رقابته وبيطلب من القاضي يحكم عليه بالأعدام وإلا هيخلص عليه دلوقت فبيظهر بارك على آخر لحظة وبيأخذ منه السكينة وبيمنعه من اللي كان عايز يعمله وهنا المحكمة بتمنعه من حضور الجلسات بسبب اللي عمله وبعد ما بيخرجه من المحكمة بتجري لي وراجين علشان تديله السلسلة بتاعته وبيركبه الأوتوبيس مع بعض ولي بتقوله إنه أبوها عارف أبوه سيو ومش مصدق كل الكلام اللي بيتقال عليه ومتأكد إنه بريء كمان وأما بارك فبروح يقابل مان على سطح عمارة ولما بيشوفه مان بيطلب من رجالته يطردوه برا اللي هيخدله خمس سنين سجل وعلشان كده بيعرض علي تنازل عن القضية اللي رفعها ضد جو لكن مام بيؤمن رجالته يرمو بارك من فوق السطح ويخدو التليفون منه بس فجأة مجموعة كبيرة من الصحفيين بيكونوا وقفين على المبنى اللي قصدهم وبويصوروهم وكلهم بيبدأوا ينادوا على بارك فبيضطرمان إنه ما يعملش أي حاجة ونرجع لجين اللي بروح يزور أخو والدته زي ما أبوه قاله بالضبط لإن ذكرى وفاتهم النهاردة وبيفتكر لما كان راكب العربية مع عالته زمان وعملوا حدثة وهو الوحيد اللي فات وساعتها تنعمل يصحي فيهم لكن محدش منهم صحي غير أبوه وأما والدته أخوه فمات وهنا بيقعد جين يعتذر لهم لإن أبوه ما جاش معه النهاردة وبيوعدهم إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان ينقذه وفجأة بارك هو كمان بيجي يقف جنبه علشان يزور والده ولما جين بيشوفه بيطلب مني يترافع عن أبوه في القضية لكن بارك بيطلب بملك كبير وده لإنه عارف إن جين أصلاً مش معاه فلوس ولولا كده كان وكل محامي شاطر من الأول فبيقوله جين إن قضية أبوه سهلة لإنه بريق أو بيفضل يترجاه لكن بارك بيرفض ويسيبه ويمشي فبيجري جين وراه ويقف قدام عربيته ويقوله إنه مش بيترافع ببلاش وبالليل ولما يرجع جين للبيت بيلاقي الجيران كلهم وقفين قدام الباب وبيشيلوا ليفطوي قلوله إن سكان الحي اللي جنبهم قالوا إنهم مش هيمشوا تاني في الشارع بتاعهم والناس كلها بقت خايفة بسبب اللي أبوه عمله وبوقعوه على الأرض وفجأة بتظهر ليه وبتنسك ترفونها علشان تصورهم وتعرفهم إنها تبعت الفيديو للشرطة وتبلغ عنهم فبيخافوا كلهم ويجروا تاني يوم الصبح بياخد جين تاكسي علشان يروح لبارك ولما بتشوفوا ليه ما بترضاش تخليه يمشي بلبسه المبهدل ده لإنه ما غيروش من مبارح فبيزع عقلها عشان بتعطلوا إنه ينقذ أبوه وبياخد تاكسي تاني ويروح لمكتب بارك وبطلع له فلوس من الشنطة اللي معاه ويرجع يطلب منه يكون محامي أبوه لكن بارك بيرفض لإن الفلوس قليلة أو بيطرد جين من الشركة وفجأة بيمسك جين شنطة الفلوس اللي معاه كلها ويرنيها على المكتب قدام بارك وهنا الموظفين كلهم بيتصدموا لما يشوفوا الفلوس قدامهم ولما بارك بيسأله هو جاب الفلوس دي كلها منين لإنه عارفه متأكد تماماً إنه مش معاه فلوس بيقول جين إنه بسبب ذكرته التصويرية القوية قدر يفتكر أرقام الورق اللي كسبهم في الرهان وبيقوله إن الفلوس دي كلها جابها مبارح بالليل لكن بارك بيرفض ويقول إنه محتاج أضعاف المبلغ ده علشان يترفع عن أبوه وبعد ما بيمشي المساعد بتاع بارك بيسأله هو لي ما ترفعش عن القضية بالرغم إن المبلغ كان كويس فبيقوله إنه مش هيغامر بإسمه في قضية خسران تاني يوم في المحكمة القاضي بيسأل أيك محام سيو لو كان في شهود أو أدلة فبيقوله إنه ما وصلش الحاجة وكالعادة بيكون مهزوز ومش عارف يتكلم وفجأة بيوصل بارك وبيقول للقاضي إنه محام سيو فبيفرح جين جداً لما بيشوفه وبنعرف هنا إن بارك كان طالب من المساعد بتاعه يجيب له كل حاجة تخص القضية وأول ما عرف إنه من هو اللي قتلها دخل المحكمة على طول وقرر يترافع عن سيو وطلب كمان من المحكمة تأجيل الجلسة وبنعرف هنا إنه في عداوة ما بين بارك وهونك محامي مان وبعد ما بيخرب بارك من المحكمة بيحطن جين ويروح يتكلمه مع سيو والده فبيطلب بارك منه يقول الحقيقة علشان يعرف يساعده وبيقوله سيو إنهم هددوه بإنه ما يقتلوا جين لو ما مضاش على اعترافه بقتل جيون إضافة إلى إنه مش فاكل أي حاجة تانية لكنه متأكد إنه ما قتلهاش بعدها بارك برجع الفلوس لجين وبيتفق معاه إنه هيجب براء الأبو مقابل إنه يشتغل معاه بعدها ودل إنه محتاجه معاه بسبب قدرته الخارقة وبيسأله عن الضابط اللي أبض على أبوه وأبض عليه إمتى فبيقول إنه اسمه جوار وأبض عليه لما كان في جنازة جيون وكان معاه سلاح وقتها وبيوصف له السلاح كان عامل الزاي تاني وفي المحكمة القاضي بيسأل بارك عن الشاهد اللي معاه فبيشاور على المفتش جوار وبيتهمه إنه أكبر سيو يعترف بقتل جيون بس جوار بينفي كلامه لكن بارك بيوصف له المسدس اللي كان معاه لما أبض على سيو وبيقوله إن سيو هو اللي قال على المواصفات دي ولما بيطلع المسدس بيلاقيه نفس المواصفات اللي جين قال عليها فبيوجه بارك كلامه للمتهم وبينصحه يسلم نفسه لإنه هيوصل له قريب ولما أبو مان بيشوفه في التلفزيون بيتخانق مع مان بسبب اللي عمله بعدها بيروح جين للدكتور بتاع أبوه علشان ياخد منه التقارير الصحية وبيعرف من الدكتور إن أبوه عنده ألزهايم ولما بيقول لبارك بيتدايق جدا لإن موقفهم في القضية هيبقى صعب لكنه بيعزم جين على الغدا لما بيعرف إنه لسه مكلش في نفس اليوم بالليل بيبعد بارك بنتي يعرف هل المكان اللي مان بيسهر فيه علشان تنفذ اللي بارك قال لها عليه ولما بتوصل هناك بتسيب علب السجاير جواها كاميرا مرأبة على الترابيزة اللي قدام مان وتمشي وأما بارك فبيكون قاعد في العربية بره ومستني مان يفتح موضوع قضية جيون وبيتكلم مع بيوم المساعد بتاعه ويقول له إنه قتل جيون لإنها خربشته وبكده بارك بيكون سجلات رف رسمي المان وأما لي وجين وعلشان يعملوا أي حاجة ويعرفوا مين القاتل بروحوا للفندق اللي سي وأبو جين كان شغال فيه ويدخلوا لبروفا وهناك جين بيشوف إنه في فستان لونه أحمر ناقص لإنه كان مكلم أبوه في اليوم اللي جيون جتقتلت فيه وشاف الفستان الأحمر متعلق وراه وهنا بيفتكر إن جيون كانت لابسة نفس الفستان في الوقت اللي تقتلت فيه وبيعرف إنها كانت هنا ومن غير ما يقصده جين وليه بيوقعوا حاجة على الأرض ومن وبيون بيسمعوا الصوت فبروحوا يشوفوا في إيه لكنهم بيقدروا يستخبوا قبل ما بيون يشوفهم وبيكونوا خرجوا أصلا من الباب الخلفي للمطبخ وهنا بيروح يتأكد إن السكينة اللي مان قتل بها جيون موجودة في مكانها وبعدها بيمشي وأما جين وليه فبيجلوا بسرعة على مكتب بارك علشان يبلغوا باللي يعرفوه لكنهم مش بلقوا هنا وهنا ليه بتشوف بالصدفة ملف القضية قدامها على المكتب وبتفتحه وتلاقي التسكيل اللي من بيعترف بيه إنه هو اللي قتل جيون وأول ما جين بيعرف بيتصل على بارك علشان يتأكد من المعلومة لكن بارك بيقفل بسرعة وما بيفدهوش بأي حاجة ودل إنه قاعد أصلا مع أبو مان تاني يوم الصبح من بيكون راكب العربية مع بيون وبيتخانق معاه أول ما بيعرف إنه هو اللي قال لأبوه على موضوع قتل جيون لكن بيون بفهمه إنه أبوه هيحلله المشكلة في أسرع وقت وزمانه أصلا قاعد مع بارك دلوقت لإنه مش عايز يرفتل أنظر ليهم في الفترة دي بالذات فبرحمة لأبوه علشان يعتذر له على اللي عمله ويقول له إنه ما كانش ناوي قتلها لكنها استفزته وطلع يجري وراها لحد ما وصله الغابة وهناك ما حسش بنفسه غير بعد ما خلص عليها واتصل بعدها فورا على بيوم علشان يجي يصلح اللي عمله ويخب السكين اللي قتالها بيها ثاني يوم في المحكمة جيم بيقول للقاضي إن مان رئيس مجلس إدارة شركة إلهو هو القاتل والقاضي بيطلب منه يقدم الدليل فبيقول لهم إن بارك معاه تسجيل مصور نمان وهو بيعترف على نفسه وبيطلب من بارك يقدم الدليل للمحكمة بارك بيرفق ولما بتجري صاحبة يو عليها قبل ما ترقب العربية بتقول لها تخلي من أخوها يسلم نفسه لكن يو بتتجعلها وبتمشي في الوقت ده بيكون قو أبو جيونج قاعد في بيته بيحتفل بعد ميلاد جيونج وبيتفرج على صورها بعدها بيتصل على هونج المحامي بتاعه وبعد ما شاف فيديو الجين وهو بيعترف على مان وبيطلب منه يدور ورا شركة إلهو يمكن يلاقي الدليل لإنه مش هيرضى إن حد بريق يتسجن ظلم بسبب وبيقفل معه علشان يكمل كلامه مع أبو مان تاني يوم الصبح بينتشر في المدينة كلها خبر انتحار أوه أبو الضحية جيونج وبيلاقوا جنب رسالة انتحار بيطالب فيها بأعدام سيو في نفس اليوم بتكون آخر جلسة محاكمة سيو وهونج بيقدم للمحكمة الشاهد الأخير وبتكون جيو عاملت النظافة اللي شغال مع سيو في الفندق آخر شاهد في القضية وبتعترف هنا إن سيو كان مرتبط جدا ومش على بعض يوم ارتكاب الجريمة والقاضي هنا بيحكم على سيو بالأعدام وأما جين المسكين فبيفضل يسرح وينادي على أبوه بيكون عايز يمسك إيده لكن الحرس بيمنعوه وهنا بيطلع بارك يسلم على المحامي وبيتفق إنهم يتقابلوا قرية وأول ما جين بيشوفهم بيعرف إن بارك خان العهد وكان أصلا متفق مع من عليه وعلشان كده مرضيش يسلم التسجيل للمحكمة بعدها جين بيروح يزور أبوه في السنة وأبوه بيطلب منه يطلع الجزمة السودة بتاعته يحطها قدام الباب علشان لما يرجع البيت كل يوم ما يحسش بالوحدة وبيعاد جين إنه هيخرجه من السجن قبل محكم الأدم يتنفي ولما يروح يحضر جنازة أوه والد الضحية أول ما بيدخل القاعة الناس كلها بتبدأ تتكلم عليه ووالد جين بتضربه بالألم وبتطلب منه يخلق لكن جين بيقعد على الأرض وبيعتزل لأوه والد الضحية لأنه ما قدرش يوفي بعهده اللي كان وعده به وبعدها بيمشي وبتعدي أربع سنين وبتكون اللي تخرجت من الجامعة وبقيت المدعي العام وجين هو كمان بقى محامي وفي المحكمة بيكون فيه ست رفع قضية ضد الناس اللي زوجها كان شغال عندهم قبل ما يموت بسرطان الكبد ورفع القضية علشان تاخد منهم تعويض مادة بحجة إن أجره كان قليل وإنهم كانوا بيضغطوا عليه في الشغل وإنه كان طول الوقت مجهد وبتقول لهم إن ده هو اللي أثر عليه وخلاه أصلاً يتصاب بسرطان الكبد لكن جين بيجيب تقارير تثبت إن زوجها المتوفى كان بيحوش الفلوس علشان يدفع مصاريف بنته في الكلية ست اسمها هان بتسأل لو كانوا قبضوا على الحرامي اللي سرق الفلوس بتاعتها من الفندق وتكون زعلانة جداً لإنها كانت تتعمل لولدتها العملية بالفلوس دي لإنها مريضة سرطان فبتنادي عليها لي وتقول لها إنها تقبض عليه قريب ولما بتشوف الكرني معها بتعرف إنها شغالة في شركة إلهو في نفس اللحظة جين بيكون خارج من المحكمة وبنت الست اللي كانت رفع القضية بتكد تخانق معاه لإنه طلع أبوها حرامي قدام كل الناس لكن جين بيتجاهلها ويمشي بعدها بيروح مع أيك المحامل اللي كان بيترافع عن سيو أبوه من أربع سنين وبيتوجهوا لينزم لتهم ودعا لشان ينظفوا المكتب الجديد بتاعهم ويبدأوا يشتغلوا لحسبهم وأما المكتب فبيكون قصاد المقر الرئيسي لشركة إلهو للتأمين وهنا بنرجع للمشهد اللي في أول قصتنا لما جين كان بيزور سيو والده في السل لكن سيو ما بيكونش فكره لحد ما جين بيطلع له السلسلة بتاعته وأول ما سيو والده يشوفها بينهار من العياض لإنه افتكر أخيرا ابنه جين وهنا بدأ يسأله هو عامل إيفتراسته فبيقوله إنه اتخرج وبقى محامل وبيوري له الشار بتاعته فبيفتكر إن الموقف ده اتكرر قبل كده وبيحزن جدا على حاله بس جين بيوعده إنه هيخرجه من السجن قبل تنفيذ حكم الأعدام في نفس اليوم بالليل هان بتكون سهرانة في حفلة تبع شركة إله لإنها شغالة فيها وبتقابل واحد اسمه كانج نائب رئيس الشركة وبتقعد معاه وبعد شوية بتروح لمركز الشرطة وهي متبهدلة وتعبانة جدا فبيطلبوا لها الإسعاف وبروحوا يقبضوا على كانج لإنه اعتدى عليها وأول ما لي بتعرف اللي حصل لها ضميرها بيقنبها وبتجري بسرعة على جيوزي منها علشان يساعدها في قضية هان وأما جين فبروح مع ايت لجاروجي الشركة وأيت بيسأله لو كان عارف المدعي العام اللي هتمسك القضية فبيقوله إنه ما يعرفهاش وبيخمن كمان إن هان جابت كانج معها الحد العربية وبعدها ثابته مشي وأما بارد فبروح يزور كانج في السجن وبيسأله لو كان عامل كده ولا لا فبيقوله إنه مش فاكر أي حاجة وهنا بيفتكر بارد لما سيو قال له نفس الكلام من 4 سنين وفي المحكمة بارد بيترافع عن كانج ولي بتكون وقفة في صفهان وبتدافع عنها والقاضي بيأجل للحكم للجلسة الجاية وأما جين فبيكون موجود في المحكمة ومرائب كل اللي بيحصل وفجأة ليه بتشوف جين من ظهره فبتفضل تنادي عليه لكنها ما بتلحقهوش وأما جين فبروح يزور كانج في السجن وبيعرض عليه ترافع عنه في القضية وده لإن شركة إلهو اتخلت عنه ومرشح النس تانية المنصبه ده غير بارك اللي عايز يخسر القضية لإن مش من مصلحة الشركة يشغل واحد سوابق معهم وهنا بالفعل بيتطر كانج يوافق على العرض بتاعه وأول ما بارك بيعرف إن كانج لغى العقد معاهم بروح يبلغ مان ويقول إن اللي مسك القضية هو جين ابن سيو اللي تسجن بداله فبيتصدم مان أول ما بيعرف تاني يوم بيكون معت جلسة كانج وهان والقاضي بيستنى محامي كانج وبيتفقوا كلهم لما بيشوفوا جين داخل بدى البارك وبيقول للقاضي إن معه شاهد مهم في القضية والشاهد ده بيكون الدكتور اللي كان بدرس لهان في الجمعة ولما بيدخل بيقول للقاضي إنه كان على علاقة بهان أيام الدراسة وإنهم كانوا أصلا مخطوبين لكن هان كانت عايزة ترفع علي قضية لإنه اعتد عليها وساعتها هو حل الموضوع معها بإنه دفع لها مبلغ محترم مقابل إنها تسكن وهنا بتقول هان للقاضي إنها عملت كده بالفعل لإنه كان مخب عليها إنه تزوجت وكانت حبت عقب وقتها وأما بارك فبيكون قاعد مبسوطه هو شايف جين محامي شاطر جدا لكن ذي بتكون متضيئة منه لإنه بكده هيخسرها القضية وبعد ما بيخرجوا من المحكمة بيتجين للدكتور بتاع هان فلوس وبيطلب منه ما يظهرش تاني ولا يعرف حد اللي حصل ولما بيروح بيطلب من أيك يروح الجراج ويدور على العربيات اللي كانت موجودة وقت الحدثة وكمان يشوف الكاميرات اللي فيها لو مسجل الحدثة ولا لا وده علشان ما يسيبوش وراهم دليل يدنهم بعدها بيدخل المقر السر بتاعه وبكون معلق صوار عيلة مان كلهم على الحيطة وبيخطط علشان يقرب مني وأخت مان لأنها أكتر وحدة هتساعده ويعرف معلومات أكتر عن شركة إلهو فبيرائب كل تحركتها وبيعرف إنها مرتبطة بجيوب في نفس اليوم بالليل لي بتكون سهرانة في مطعم وبحالة سكرتان وعمالة التريع على الولد والبنت اللي بيتصوروا قدامها فبيقوم الولد علشان يتخانق معاها لكن جين بيكون وصل ومنعوا إنه يأذيها بعدها بيقعد يتكلم معاها وبتقولوا إنها بقية المدعي العام علشان تجيب براءة لأبوه وأما جين فبيشلها ويروحها البيت بالعافية في الوقت ده أهل لي بيكونوا بيقفلوا المطعم بتاعهم وبشوفوا جين شايلها وجاي عليهم فأبوها بياخدها منه وكلهم بيروحوا البيت مع بعض وهناك جين بيشوف أخت لي الصغيرة فرحانه بشكل شجرة الكريسمس فبيفتكر لما كان بيحتفل بيه مع أبوه زمان وبيحزن جدا على حالهم دلوقت وبيسيبهم علشان يروح لكن ما بيقدرش يدخل البيت المراضي من غير أبوه وبقرر إنه مش هيدخلوا غيرهم الاثنين مع بعض تاني يوم بيروح يزور أبوه في السجن وكالعادة ما بيكونش فكره فبيطلع جين السلسلة اللي لبسها ويوريها الأبوه علشان يفتكره ويقوله إن الخاتم اللي في السلسلة دي خاتم الزواج اللي قدموا الولدته وهنا بيقوله شكل والدك تعب جدا لحد ما تزوج والدته فبينهار جين من العياط لإن أبوه مش فاكر أهم تفاصيل حياة وبعد ما بيخرق من عنده بيروح لمعرض الفنون بتاع يوه أختمان وبيمثل إنه مركز جدا مع اللوحة وده لحد ما يوه بتقرب عليه وبتسأله لو كانت اللوحة عجبان فبيقول لها إنه حاسس إن اللوحة دي بتعبر عن الحزن وده لإنه حزين من ساعة مع حبيب تواتي وبعدها بيسيبها ويمشي وأما بارك فبيكون واقف مستنيه بره بالعربية وأول ما يشوف جين خارج بروح يتكلم معه ويقوله إنه عارف هو ليه عايز يطلع كانج براءة وطبعاً ده لإنه كانج هو أكتر واحد عارف أسرار ومصايب شركات إلهو وبيقوله إنه عارف إنه بيعمل كل ده علشان ينتقم منهم ويرجع حق أبوه في الوقت ده لي بتكون في مكتب هونج رئيس الإدعاء العام واللي كان بيترافع ضد بار في قضية أتل جيونج وبكن عايز يمسك القضية لحد تاني غير ليه في نفس الوقت اللي بتجليه في رسالة من المساعد بتاعها بيبلغها إنه لقى كاميرا فعربية مسجلة الحدثة فبتوعد هونج إنها تكسب القضية النهاردة أو بتاخد التسجيل تعرضه في المحكمة لكنهم بيكونش يمبين الحدثة بالظبط وكل اللي بيكون باين كانج وهو واخد هان للعربية وإنهم بيتخنقوا بواها وبعد الجلسة بيروح جيني يتكلم معاه وبيقوله كانج إنه ما فيش أي حاجة فرقاله ولا خايف من حد غير إن زوجته وبنته يكرهوه وإنهم برضو يصدقوا اللي عمله وبيقوله كمان إنه مش فاكر لو كان عمل كده فعلاً ولا لا في نفس اليوم بالليل جين بيقعد يتفرج على التسجيل تاني ولما يركز فيه بيعرف إن التسجيل مزيف وده إن إيد الراجل اللي في العربية مش موجود فيها الخاتم اللي كان كان لابسه فبيتصل على آيكي بسرعة ويطلب منه يحدد له موقع الشخص اللي يقدم التسجيل لليه ولما جين بيروح الجراج بيشوفه هنا فبيفتكر إنه شافه قبل كده وبيمشي وراه لحد ما يلاقيه رايح يقابل مساعد أبو مان وبكونوا معاه اتنين منهم واحد شبه كانج أو بيفهم هنا إنهم ضربوا كانج وخلوه يفقد الوعي ولبسوا واحد تاني تبعهم باروكة علشان يصوروا للفيديو مع هان وهنا بيمشي جين بسرعة علشان يقرب لهم أكتر لكن بار بيظهر على آخر لحظة وبيمنعه ويخلي رجالته يضربوه تاني يوم بيروح يحضر آخر جلسة للقضية وكانج بيسلموا الوصية ويطلب منه يديها لزوجته وبنته لكن جين بيرفض ياخدها ويقول له إنه هيسلمها لهم بنفسه لما يخرجوا من هنا وأول ما الجلسة بتبدأ بيعرض جين التسجيل للمحكمة ويقول لهم إنه ده تسجيل مزيف لأن الشخص اللي موجود في العربية مش لابس خاتم في إيده وده لإن كانج لما تأمر عليه كان لابس الخاتم لأنه أصلاً ما قال عشي الخاتم ده من ساعة ما تزود بعدها بيسأل هان هي جابت فلوس عملية والدتها منين وهي لسه مقدمة بلاغ من قريب بإن الفلوس اللي كانت محوشها في الفندوق تسرق وكانت أيللهم إنها علشان تحوش المبلغ من تاني هتحتك تشتغل تسع شهور وربع وبيفضل يضغط عليها في الأسئلة والهيويون بحاولوا يوقفوا عن اللي بيعملوا لكن جين بيستمروا في الضغط عليها لحد ما فعلاً بتعترف إن كانج معملهاش أي حاجة وإنه بريد وبعد ما بيخرجوا من المحكمة بتيجي يبارك لجين لإنه كسب القضية وبتعزمه على العشاء وبيوافقوا يروحوا مع بعض لكن ليه هنا بتتصدم أول ما بتشوفه ولما من بيعرف ما بيكونش مصدق نفسه وبيتعصب على بيوم وبيطلب منه يجيب له جين بأسرع وقت وفجأة بيدخل جين معي وللمكان اللي مان موجود فيه فبياخد بيوم مان علشان يمشوا من المكان قبل ما يتخانق مع جين لكن جين بياخد تليفون اللي نسيه ويقرب على مان ويقوله إنه هيقبله المرة الجاية بس لما يكون هو المتهم ويثيبه ويمشي تاني يوم بيروح جين يقابل كانج في العربية وبياخد منه الفلاشة اللي عليها كل مصايب شركة الهزي ما اتفقوا من البداية وبيقوله إنه هيسافر مع زوجته وبنته ويعوضهم عن الفترة اللي فات وأما ما فبيوقع عقد جديد لشركة التأميم بتاعته وده علشان يثبت لأبه إنه قادر يدير الشركة من غير نائب رئيس مجلس الإدارة ونرجع لجين اللي بيتصل عليه رقم غريب ويقوله إنه عنده معلومات عن قضية أتل جيونج لإنه شافت ليفضل لجين معلقها في الشارع ولما بيروح يقابله بيقوله الراجل إنه شاف سيو أبوه يوم ارتكاب الجريمة وكان مع شنط وماشي تايه ومش عارف هو رايح فين واللي جاي منين ولما بيسأله جين عن السبب اللي يخله يطلع من بيته في الوقت ده بيقوله إنه كان طالع يلم خردة وبيأخذ من جين المكافأة اللي أعلن عنها ويمشي وهنا بيقدم جين طلب للمحكمة ويطالب فيها فتح القضية من تاني في الوقت ده لي بتكون رايحة زور سيو وارد جين في السجن وبتتفاجئ لما بتلاقيه مش فاكر جين ابنه فبتسيبه وتروح تتخانق مع دكتور السجن لإنه أهمل حالة سيو الصحية ومش بيديله كمان العلاج وده اللي يخلى حالته تتدهور أكتر وأكتر وبعد ما بتخرج من عنده بتقابل جين بالصدفة وبيسألها لو كانت جاية هنا علشان تزور والده لكنها بتمفي كلامه وبتمشي بسرعة في نفس اليوم جين بيعرف ما كان جيه وعملت النظافة اللي كانت بتشتغل مع أبوه في الفندو بروح علشان يتكلم معها وبلاقيها خارجة مع بنتها من السوبر مارك لكن بنتها بتنسى حاجة وبترجع تاني فبتنزل جين من العربية وهنا بروح يسألها عن السبب اللي خلاها تشعر تزور في المحكمة لكن جيه بتنكر كلامه وتقوله إنها قالت الحقيقة في المحكمة فبيسيبها ويرح لبنتها اللي بتكون طلعت من السوبر ماركت ويديها الكرت بتاعه ويطلب منها تتصل عليه في حالة إن والدتها قررت تقول الحقيقة وهنا بيوم المساعد بتعمام بيكون مرائب جين وشايف كل اللي بيحصل وبرح يبلغ مام باللي عارف ويقوله إن لو جين قدر يقنع جيو تعترف بالحقيقة هما يروحوا في ستين دهية ولما مام بيفكر في كلامه بلاقيه صح فبيؤمر يقتل جيو قبل ما جين يسيطر عليها وأول ما بيهم يسمع كلامه بيتوتر ويقوله إنه مستعد يعمل أي حاجة يطلبها إلا إنه يقتل حج فبيتعصب مام وبيمسك العصاية وينزل فيه ضرب لإنه خالف أو أمره في الوقت ده هونج اللي بقى رئيس الإدعاء العام بيمسك ليه كل الأضايا اللي ما تحلتش طول الخمس سنين اللي فاته وبكون قاصد يعمل كده علشان يبعدها عن أي حاجة تخص شركة إله وأما ما فبيتقب من المساعد بتاع أبوه يقتل جيو من غير ما يعرف حاج لكنه بيرفض ويقوله إنه مستحي بيعمل حاجة من وراء أبوه فبيقوله إنه هي أمر بارك والمهمة دي بداله فبيخاف على بارك لإنه بيعتبره ابنه وبيوافق يساعده وبياخد صورة جيو وروح لمحلة سطيح ساعات ويديها للراجل اللي واقف هناك والراجل ده بيكون راسم وشمع على شكل عقرب على إدراعه في نفس اليوم بالليل بيوم بيروح يزور جيو في بيت بنتها وبياخدها معاه للعربية بتاعته ويهددها إنه هيخلص عليها لو عرف إنها اعترفت بحاجة لجين وأما جين فبيكون نايم على سريره وبيفتكر ذكرياته مع أبوه فأول مرة ظهر فيها شعر أبيض في راسه وساعته جين قاعد جنبه علشان يشيلهم له أو فضله يضحك ويهزره مع بعض وتاني يوم بيروح السجن علشان يقابل أبوه والحرس اللي هناك بيقولوله إن لي جد زارته واتخنقت مع الدكتور وعملت مشكلة كبيرة بسببه ولما جين بيدخل لأبوي يديله الأكل اللي كيبهوله بيكون زعلان جداً لإن ما فيش مرة ظهر فيها أبوه وليقيه فكره في الوقت ده صاحب محل الساعات بيروح لجيو البيت وبطلع خط من الساعة بتاعته ويخنقها بيه في نفس الوقت جين بيكون قاعد مع لي بعد ما عرف إنها زارت أبوه في السجن وفجأة بتجيله رسالة من جيو بتقوله فيها إنها مستعدة تعترف له بكل المعلومات اللي عايزها وبتطلب مني يجيلها البيت دلوقت ولما جين بيروح هناك بيلاقي البن مفتوح وبيتصدم لما بيشوف جستها قدامه وبميل عشان يشوف نبضها ويعرف لو كانت لسه عيشة ولا خلاص ماتت بس فجأة الشرطة بتهجم عليه والمحقق اللي أبض على أبوه بيكون معاهم لأن مان هو أصلاً اللي أمروا بكده وبينصح جين يسلم نفسه لكن جين بيتراجع وينط من الشباك على الشارع ويقدر يهرب منهم وهنا الخبر بينتشر في التلفزيون والشرطة بتدور على جين في كل مكان وبالليل بيروحوا للمكتب بتاعه علشان يقبضوا عليه لكنهم مش بيلقوا هناك فبيبدأوا تفتيش في المكان وبيتقبوا من يون وآيك يجوا معاهم لكنهم بيرفضوا يروحوا من غير إذن النياب وفجأة واحد من أمناء الشرطة بيكون لسه يفتح الباب اللي بيوصل على المقر السر لجين فبتوافق يون تروح معاهم علشان تبعدهم عن المكتب وبعد ما بيمشوا على طول جين بيدخل للمكتب وبيوصل للمقر السر بتاعه علشان ياخد الفلاشة اللي كان كان بدهاله في الوقت ده لي بتوصل للمكتب وبتدخل لجين وبتتفاجأ لما بتلاقيه معلق صور عيرة مان كلها على الحيطة وفجأة بيسمعوا صوت بارك بره فبتخرج من القوضة بسرعة وبتقفل الباب وراها علشان ما يعرفش إن جين مستخبي جوه وبعد ما جين بيخرج من المكتب الشرطة بتشوفه ماشي في الشارع وبيفضلوا يجروا وراه لكن جين بيستخبه ورا عربية الزبالة وبيهرب منهم بعدها بيروح على فندق صغير وبطلب القوضة لمن غير شبابيك وبنعرف إنه كان عايش أصلاً في القوضة دي زمان قبل ما يفتح المكتب بتاعه ولما يوم بتروح له هناك بيستغرب أصلاً هي عرفت مكانه إزاي فبتقوله إنها كانت مديرة المكان ده زمان وبتفكره لما كان زوكا بيضربها ويهينها طول الوقت وكان عايش على حسابها وبياخد مصروفه منها لحد ما جين أنقذها منه ومن هنا يون قررت تنفصل عن زوكا في نفس اليوم جين بيتصر على مان يهدده إنه هيسلم الفلاشة اللي معاهل الشرطة ولو القاتل الحقيقي ما ظهرش من هنا البكرة هيقدم فلاشة الرشاوي بتاعتهم للشركة وبيقوله كمان إنه ما عندوش حاجة يخسرها لأنه هو وأبوه محكم عليهم ومتأمين بالأكل زور وبعد ما بيقفل معاه بروح يتخانق مع بارك وبشيله مسؤولية اللي حصل وبارك بياخد الرقم اللي جين كلموا منه وبيديه للمساعد بتاعه علشان يحدد له مكان الشريح بعد شوية بكل من قاعد مع أبوه وبيتفرقوا على التلفزيون ويشوفوا في قناة سي بي الإخبارية إن في واحد أعلن إن في تقارير خطيرة تخص شركة إلهو هتتزع بكرة الساعة ثلاثة وأول ما هونج رئيس الإدعاء العام بيعرف بيكلف المفتش جواه يقبط على جين في أسرع وقت قبل ما يعلم التقارير اللي معاه ويروحوا كلهم في 60 دهية وفعلا الساعة ثلاثة بالزبط بيتواصل جين مع قناة سي بي الإخبارية وبيبدأ تصوير ويقول للناس إنه هيعرفهم حقيقة شركة إلهو لتأمين لكن بارك بيقدر يحدد مكانه وبيوصل هو ورجالته في آخر لحظة واللي بيعملوا بارك إنه بيركبوا معاه العربية علشان يروح بيه على مزرعة واحد صاحبه لكن مان بيتصل عليه وبيأمره ياخد جين ويروح له على العنوان اللي قاله عليه ولما بيوصلوا هناك من بيفضل يضرف جين عقاباً ليه على اللي عمله بعدها بيأمر المفتش جوار يتعامل معه ويسيبهم ويمشي وهنا المفتش جوار بفك جين وقول له يهرب لكن بيكون فخ مع مله وبيطلع المسدس بتاعه علشان يقتله لكن بارك بيلقس جين من الموت على آخر لحظة ويهربه من المكان في نفس اليوم بالليل بيروح يستنى ليه قدام المطعم بتاع عالتها ولي بتقول إن القاتل استخدم خيط صيد السماء في الجريمة وبتوريله صور المشتبة فيه فبيفتكر هنا إنه شافه في الشارع لما كان رايح لجيو يومها وبيفضلوا يتكلموا في القضية لحد ما يناموا على الترابيس تاني يوم الصبح بتصح ليه وما بتلاقيش جين كان بها وبيكون سايب لها ورقة معرفة فيها إنه أخذ تليفونها فبتطلع تجري على الحي اللي القاتل ساكن فيه وبتاخد صورته تلف بيها على أصحاب المحلات تسأل عليه لكن ما حدش فيهم بفدها بأي حاجة وفجأة القاتل بيدخل المحل اللي هي فيه وليه بتشوف الوشمة على دراعه فبتعرف هنا إنه أكيد هو الشخص المطلوب وبتمشي وراه لكنه بيختفي من قدامها بس فجأة بيظهر وراها ويخبطها بالحجر على دماغها وبعدم بيسحبها للمحل بتاعه وبيطلع نفس الخيط اللي قتل جيو بيه وده طبعا علشان يقتلها هي كمان لكن بارك بيكسر الباب ويدخل يضربه في نفس الوقت جين هو كمان بيوصل وبيجري بسرعية طمن على ليه وبيفرح لما بيلاقيها لسه عيشة وأما الشرطة فبتقبض على القاتل وأكيد جين بياخد براءة لكن محدش بيجيب سيرت مان في التحقيقات في نفس الوقت مان بيكون ماشي بالعربية بتاعته وحدة ست بتخبط فيه من غير ما تقصد فبياخد العصايا وينزل يكسر لها أزازة العربية وبيتصل على باركي جين يحلله المشكلة في الوقت ده بنت جيو بتجيو تديله فيديو الوالدتها كانت سايبها له وبتطلب منه يسمحها على اللي عملته وبتسيبه وتمشي ولما بيفتحه الفيديو بيلاقوا جيو بتاعترف فيه بإنها شاية تزور في المحكمة والمدعي العام بيوافق يفتح ملف القضية من تاني في الوقت ده زيميلي بيتصل عليها ويقول لها إن المفتش جوار هي في القضية الأتل ده منقر تحقيقات ولا حتى شهول بعدها جين بروح يزور أبو في السجن ولما بيلاقي حالته مدهورة جدا بروح يتخانق مع الدكتور بتاعه لإنه مش راضي حتى ينقلوا المستشفى السجن وأما مان فبيعين الآنسة شاي في الإدعاء العام علشان تشتغل لحسابه وبيبعت بيوم للشاهد اللي تصل علي جين وقال إنه عنده معلومات في القضية وبيرشيه علشان يقفل بق وما يشتش ضدهم في المحكمة في الوقت ده جين بروح يزور الدكتور اللي كان متابع حالة والده سيو وده قبل ما يدخل للسجن وبيعرف الدكتور إنه اكتشف المصايب اللي كان بيعملها في شغله وبيهدده إنه هيبلغ عنه لو ما اعترفش إنه زور شاهده في قضية سيو والده من أربع سنين في نفس اليوم بالليل من وبارك بروح يزور جين في مكتبه ومن بيقول لجين يريح نفسه ويسيب القضية لإنها خسرانة خسرانة بعدها بيسيب بارك وجين مع بعضهم ويمشي وأما بارك فبيشجع جين ينهي القضية ويعمل اللي هو وعايزه تاني يوم بيروح جين المحكمة علشان يترافع عن سيو والده وتشاي بتكون هي المدعي العام في القضية وأول ما الجلسة بتبدأ بيعرض جين فيديو الجيو للمحكمة وتشاي بتقدم الشاهد بتاعها وبيعترف إنه شايف جين بيهدد جيو قبل ما تموت إنه هيبلغ الشرطة لو ما نفزتش اللي طلبه منها وبتقول إن الفيديو تصور تحت التهديد وإن التحليل الصوتي للفيديو بيوضح إن جيو كانت مرتبكة وقت التصوير لكن جين هنا بيقدم الشاهد اللي معها واللي بتكون بنت جيو وبتعترف للمحكمة إنها هي اللي صورت الفيديو لبلدتها قبل ما تموت وإن جين ما كانش أصلا يعرف أي حاجة عن الفيديو ده بعدها على طول بيقدم جين الشاهد الثاني للمحكمة وبكون الدكتور بتاع سيو وبيعترف إنه زور شاهدته في قضية قتل جيو من أربع سنين وإن سيو عنده أرزاهايمر فعلا مش بيكتب لكن ما بيرضاش يقول مين اللي وزه وأمامان فبيتصر على تشاي بعد ما بيعرف اللي حصل في المكتبة ويطلب منها تعمل أي حاجة علشان تثبت إن سيو هو اللي قتل جيو لإنه كل حاجة هتضيع منهم لو تم إثبات العكس أو بنرجع لليل اللي بتكون أعدة في مكتبها وهونج رئيس الإدعاء العام بيدخل يعرفها إنها تنقلت لمكتبة شانجون وبكون عمل كده لإن ليه بتدور في القضايا اللي كان بيشتغل فيها هو لحساب شركة إلهو وأمامان فبيطلب من بيوم المساعد بتاعه يحل مشكلتهم مع المفتش جوار قبل ما جين يدور عليه ويوصله وتاني يوم الصبح بيروح جين للمفتش جوار في المرور لإنه تنقل وساب مركز التحقيقات وبيقوله إن ما إنها يلبسوا القضية لو حس إنه معرض للخطر في الوقت ده بتقدم ليستقلتها الهونج وبتقوله إنها مش عايزة تكمل في شغلها تاني بسبب إنها مش قادرة تظهر الحق وأصحاب النفوذ والسلطة بيعملوا كل اللي هم عايزينه وبيتحكموا فيهم وكل تفاصيل اللي بيعملوه ولما تروح بعدها البيت بتعرف أهلها إنها سابت الشغل وهنا والدتها بتفضل تتخانق معاها لإنه مرتبها كان كويس جدا فبتسيبها وتدخل القوض علشان تكلم جين لكن والدتها بتدخل وراها وتطلب منها ترجع الشغل تاني وتسحب استقلتها ولما لي بترفض بتطردها والدتها من البيت فبتاخد شنطتها وتروح على مكتب جين تنام هناك في نفس الوقت بيكون بارك قاعد مع شخص اسمه جاو وبنعرف إنه أبو بارك هو اللي خبط عربية سيو زمان وكان السبب في موت زوجة سيو ويونج ابنه وبيسأل جاو لو كان يعرف السبب اللي خل أبوه يعمل كده فبيقوله إنه لو كان عارف كان زمانه قاله وهنا بيقرر بارك يعود جين عن اللي أبوه عمله فيه وفعلته زمان في الوقت ده سيو أبو جين بيكون تعبا جدا وعمل يصرخ من كتر الألم أو بيطلب من الحراس يساعدوه فبينقلوه المستشفى وبنروح ليون وآد لما بيدخل المكتب وبيتفجأوا لما بيشوفوا لي نايمة مكان جين وجين نايم على الكنبة وبعد شوية يون وآد وكمان جين ويقعدوا مع بعض علشان يكملوا تحرياتهم ولي بتجي تقولهم إنها عايزة تشتغل معهم محامية بعد مسابة الإدعاء العام وفجأة مكالمة بتجي الجين فبيسألهم ويجري بسرعة وبنعرف إن رجال 8 خطفين جوار في مكان مهجور وعايزين يخلصوا عليه وفبيجري جين بسرعة على هناك علشان ينقذوا لإنه آخر أمل ليه وبعدها آد بيروح له بالعربية ويركبهم التلاتة مع بعض ويهربوا من رجال 8 في الوقت ده بارك بيروح يزور سيو في المستشفى ويده فلس للدكتور ويطلب منه يخلي باله من صحة سيو ويعمل كل اللي يقدر عليه علشان يفضل عايش وتاني يوم بياخد بارك التسجيل اللي كان مصوره المنزمان ويقدمه للمحكمة لكن المساعد بتاعه بيشوفه هو خارج وبينصحه ما يعملش كده بس بارك بيتجاهله ويكمل طريقه وأما المساعد بتاعه بيطلع تليفونه يتصل على جاو يبلغه باللي بارك ناوي يعمله وأول ما بيوصل جراج للمحكمة جاو رجالته بيهجموا عليه وبيختم منه التسجيل بالعافية في الوقت ده الجلسة بتبدأ والكل بيتفاجئ لما بيشوفه قاضي تاني غير جيو وبنعرف هنا ان رئيس الادعاء العام هو اللي عمل كده بأمر من مان لان جيو قاضي عادل مش بيقبل برشاوي وأما جين فبيقدم المفتش جوار للقاضي الجديد علشان يعترف بالحقيقة للمحكمة لكن جوار بيكدب جين وبيأكد على شاهدته اللي يقدمها من 4 سنين وهنا جين بيتصدم أول ما يسمع وفجأة بتتصل يون على جين وهي منهارة من العياط وبتقوله انه أبوه مات فبيفقد النطقة وما بيردش على القاضي بأي كلام بيوجهه له وهنا ليه بتقوم علشان تخلص الإجراءات بداله لكن جين بيرفض وبينهي هو الجلسة بعدها بيجري على قودة أبوه ويرفع الغطى من عليه ونهار من العياط وآيك ويون ما بيستحملوش الموقف بعيطهم كمان في نفس اليوم بالليل بيستلم مان مجموعة شركات اللي هو رسميا وبيحتفل بالنجاح اللي حققه مع تشاي وباقي المساعدين بتوعه لكن بار ما بيكونش موجود معهم لإنه زعلن جدا على اللي حصل لجين وأبوه وضميره بيأنبه لإنه هو السبب ولو كان وفق بعده مع جين من 4 سنين ما كانش كل ده حصل في نفس اليوم بالليل بيرجع جين البيت بعد فترة كبيرة من الغياب لإنه كان ناوي يدخله مع أبوه لما يطلع براءه وبيشوف الجزمة السودة بتاعت أبوه قدام الباب وبيفتكر ذكرياتهم مع بعض وحلته بتكون صعبة جدا وبعد كم يوم بيبدأ جين رحلته في الانتقام من كل واحد كان السبب في اللي حصل لأبوه وبيبتدي بالدكتور بتاع السجن لإنه كان بيزور التقارير الصحية بتاعات سيو وما كانش بيديله العلاق كمان وبرأبو الحد ما بيثبت إنه بيأخذ رشاوي من المساجين وده علشان يطلعهم بعفوه صحي وبناء عليه بدخلوا السجن وكمان بيكون في عمال من شركة اسمايل المصابيح الكهربائية عاملين مظاهرات بقيادة مين ابن صاحب الشركة ضد شركة إلهو وبطلبه بحقهم لإن شركة إلهو هي السبب في تدمير شركتهم وأما بارك فبيطلع يدي الكرتب تاع جين لمين ويقوله إن جين أفضل حد يساعده في القضية ونروح لليه اللي بتقرر تفتح قضية انت حرقه أبو جيون وبتقدم طلب بإنه عايزة تشوف الوصية اللي سبع قبل ما يموت وأما جين فبيركب كاميرا مرأبة في تمثال اللي بيكون موجود جنب المفتش جوار وبصوره هو بيستلم رشوة وبيعترف إنه شغال كمان لحساب مين رئيس الشركة إلهو للتأمين وبيختحم المحكمة تاني يوم وبقدم الدليل اللي معاه والقاضي بيأجل الحكم في القضية لحد ما يتأكده من صحة التسجيل وأما مان والشرطة فبيتخلوا عن المفتش جوار في نفس اليوم مين ابن صاحب الشركة اللي إلهو قفلتها بيروح المكتب لجينو ويطلب منه يترافع فقضية أبو ويخرجه من السجن لإنه بريء لكن جين بيرفض وقل له إنه مش فاضي ويسيبه ويمشي لكن شوية وبيفتكر إنه تحط في نفس الموقف ده من أربع سنين لما طلب من بارك نفس الطلب ودخل عنه وهنا بقرر يمسك القضية في الوقت ده بعين مان واحد من رجالته اسمه جيوك علشان يرائب بارك في نفس اليوم الشرطة بتحكز على شركة سمايل وأبو مين بيقفوا السطح علشان ينتحر وبيقعد مين ابن يترجاه ما يعملش كده لكن جين بيوصل على آخر لحظة وبيمنع أبو مين للانتحار وينقلوا بعدها للمستشفى وهنا بيفتكر جين لما كان موجود في المستشفى مع أبوه قبل ما يموت وبيتأثر بموقف مين لإنه حاسس بالزبط به لإنه هو كمان مر بنفس التجربة تاني يوم لي وجين بيروحوا المحكمة علشان يترفعوا في قضية شركة سمايل وبيحاول جين يثبت إن أبو مين ملوش علاقة بالانفجار اللي حصل في الشركة لكن مان بيكون راشي الشهود علشان يقفوا معاه وبنعرف هنا إن في انفجار كبير جدا حصل وشركة إله بتقول إن المصابيح الكهربائية هي سبب الانفجار علشان كده عايزين يقفل لهم الشركة لكن جين بيجب تقارير التحليل الجنائي وبيثبت إن الانفجار ممكن يحصل لأكتر من سبب وإنهم لسه ما تأكدوش إذا كانت المصابيح الكهربائية هي السبب ولا لا وأول ما بيخرجه من المحكمة بيضرب مان بار بالألم قدام كل اللي وقفين وبقوله إن المرة الجاية هيكون العقب أكبر من كده بكتير وبنعرف هنا إن بار فتح ملف القضية بتاع أبوه لإنه شاكك إن مان هو أسطن اللي قتل وأول ما بيعرف جاو بيروح يقابله ويقوله إن لو فكر يأذي مان هو أول واحد هيقف ضده لإن المساعد بتاعه وهمة الاتنين بقرروا إن كل واحد منهم يمشي في طريق ومرش دعوة بالتاني بعد ما كانت علاقتهم زي الأبو وابن في نفس اليوم المفتش جوار بيروح لهونغ رئيس الإدعاء العام علشان يتوسط له عن دمان ويخلي يسمحه لكن هونغ بيترد بره مكتبه ويعرفه إنه ما يلاقوا بديل لي في أسرع وقت وأما جيو القاضي العادل فبيكون شغل على قضية أتلة جيونغ طور الفترة اللي فاتر وبروح المكتب لجينولي علشان يتكلم معهم ويطلب منهم يعرفوه الحقيقة فبيقولوله إن القاتل يبقى مان رئيسة شركة إيلو وبعد ما بيمشي من عندهم بتيجي والدة لي للمكتب تصلحها وتلملم لها هادومها علشان ترجع معاها البيه في الوقت ده المفتش جوار بيقتحم اجتماع مهم لمان في الشركة وبيهدده إنه هيبلغ عنه ويعترف بكل ما صايبه للشرطة بس رجالة مان بياخدوه للمكان اللي كان خاطف فيه سيول لما أكبر يمضي على الاعتراف بجريمة الأكل ويفضلوا يضربوا بيه ويعزبوه وأما ليه فبتروح على بيت جيونغ وبتقلب في حاجتها على أمل إنها تلاقي أي دليل يوصلهم لحاجة جديدة في القضية وبتتصدم لما بتشوف الكرت بتاع بيوم هناك وبتعرف هنا إنه كان دعيها على حفلة غنائية تبع شركة إيلو وبتروح له علشان تتكلم معاه لكن بيوم بيمثل عليها إنه مش فاهم أي حاجة ويسيبها ويمشي وبعد شوية بيبعد جيم فيديو المان وهو بيعزب المفتش جوار وبيعترف فيه إنه كلف جوار قبل كده أكتر من مرة بإنه يقتل وأول مام بيشوف الفيديو بيقلب تربست الأكل اللي قدامه وفي الوقت ده جيم بيتصل عليه ويقول إنها مقرد بداية للي ناوي يعملوا به وأما تاك فبيروح يقبض على هونغ وبصادر كل الأوراق والملفات اللي في مكتبه وهم بيفهم إن ليه هي اللي بلغت عنه في الوقت ده جيم بيكون عند الدكتور بتاعه وبيسأله على انتيجة التحليل فبيقول له إنه كل ما استخدم ذكرته أكتر كلما المرض هيتطور بسرعة وخلال ست شهور هيبدأ في فقدان الزاكرة فبيتصدم جين أول ما بيعرف في نفس اليوم بالليل من بيروح لجين المكتب لكنه مش بيلاقيه هناك ويشوف ليه في الغرفة السرية بتاع الجين ويدخل يتكلم معها وفاهمها إنهم مش هيقدروا يعملولو حاجة بعدها يسيبها ويمشي كان يوم بيوصل فيديو المان ولما بيفتحه بيشوف المفتش جوار بيعترف به إن مان هو القاتل الحقيقي الجيون فبيتعصب وبيقفل التليفون وبيقدر يوصل لمكانه لما يروح له بيكون عاوز يقتلوا لكن الشرطة بتوصل وبتقبض على جوار وبيقول لي مان يستعدى علشان هي تعاقب على كل حاجة عملها قريب قوي بعد شوية هونج بيكون قاعد مع أبو مان في البيت وبيتكلموا هما الاثنين في قضية قتل جيون ويوب تسمعهم بالصدفة وبتتصدم لما بتعرف إن ألها أتلين أوتال في الوقت ده جين بيروح يزور جوار في السجن وبيتفق إنهم يتعونوا مع بعض علشان يوقعوا مان تاني يوم بيكون معادي الجلسة التانية وبارك بيقدم الشاهد الأول وبيكون بيونج زميل سيول في شركة سمايل وبيعترف إن سيول أمر إن المصابح تتصنع بجودة أقل علشان يوفروا في الفلوس واكيد طبعا ربح الشركة يزيد فبيتصدم سيول أول ما بيسمع كلامه وبيفضل ينادي عليه وعكب والقاضي بيؤمر الحراس يخرجوه من المحكمة وفجأة جين بيطلع تقارير التحليل الجنائي وبقول للقاضي إن الأسلاك الكهربائية كان فيها عطل وحصلت مشكلة بسببها أكتر من مرة لكن شركة إلهو كانت بتتكتم على الموضوع وده علشان الضراير وبيفتح التلفزيون علشان يوريه للمؤتمر الصحفي اللي يتاك عمله والقاضي بيعرف إن شركة إلهو هي السبب في الانفجار لكنهم لفقتهم لشركة سمايل علشان ما يدفعوش مصاريف علشان يتغربوا من الضراير وهنا القاضي بيحكم لصالح شركة سمايل وأما شركة إلهو فهتتكلف بكل المصاريف والناس كلها بتفرح إن جين كسب القضية بالانفجار اللي حصل وبعدها بيجتمع مع فريقه بالليل في المكتب بتاعه علشان يحتفلوا بالإنجاز اللي عمله وفي نص الكلام بيقولهم إنه فرحون لإنه هونغ رئيس الإدعاء العامة أبض عليه وكلهم بيستغربوا أول ما بيسمعوه ويقولوله إنه هونغ سب شغله من زمان وأصلا بيشتغل في شركة إلهو فبيتضايق جدا لإنه أعراض المرض بدأت تظهر عليه وتاني يوم الصبح بتروح الشرطة تقبض على جاوب تهمة التهريب الضريب أبو بارك هو اللي قتل والدته ويونغ أخو زمان وهنا بيتصدم جين أول ما بيعرف وكن ماشي في الطريق تالي مش عارف يعمل إيه وبيتأخر على لي اللي بتكون مستنيه في المطعم في الوقت ده ولما بتلاقيه يتأخر بتتصل عليه فبيقول لها إنه قاعد قدام الباب مستني أبوه ييجي وهنا بتتصدم ليه أول ما بتسمعه وبتاخد تاكسي وتروح له على هناك بسرعة وأول ما بتوصل بتجري عليه تحته نغية منهاره من العياض بعدها بترجع تاني من المكتب وتسأل يون لو كان جين عنده نفس المرضى اللي كان عنده أبوه ويوم بتقول لها إنه بالفعل مريض وبيتعالج ليه فترة لكنه طلب منها ما تعرفش حد داني يوم الصبح بيصحى جين من النوم ويلاقي نفسه في بيته القديم وما بيكونش عارف إيه اللي جابه هنا وأول ما بيشوف صور عيلته قدامه بيفتكر اللي حصل مبارح ويروح بسرعة على مكتب بارك يتخانق معاه بسبب اللي أبو بارك عمله فعلته زمان وهنا بارك بيركع قدامه ويقول له إن أبوه هو كمان مات في نفس الحدثة وإنها كانت مدبرة أصلا من شركة إلهو وبيوعده إنه هيجيب له حق أعالته منهم واحد واحد وهيخلي من وأبوه يركعه قدام في الوقت ده جيو بيوصل لتقارير التحليل الجنائي بتاعة قضية جيون وبيعرف إن السلاح اللي جيون جتقتلت به مخصص لفتحة إزيز الكحول وإن بصمات سيوه مكانتش أصلا موجودة على السلاح ولا حاجة وأما هونك فبيرح يزور جاو في السجن ويعرفه إنهم مش هيقدروا يستعدوه ولا يخرجوه أصلا من السجن في الوقت ده بيكون من قاعد مع بيون وبيدوره عشان يلاقوا حاجة يضغطوا بيها على جين لكنهم بيلاغوا أهل كلهم ميتين ومعندوا شي حاجة يخسرها ولما هونك بيسمعهم بيقول لهم لا في نقطة ضعف وهي لي قدال إنهم كانوا المفروض يبقوا مخطوبين من زمان لبعض في الوقت ده قاعد بيكون المفروض بيترفع فقضية قتلة لكنه بيتوتر وبيتهز قبل ما الجلسة تبدأ وما بيكونش عايز يحضر فيين ولي بيتستو على جين فورا علشان يجيله وأول ما بيوصل بيهديه ويشجع ويترفع عن المتهمة لإنه لو ما عملش كده هتتسجن عشر سنين وبالفعل بيستجمع شجعته ويدخل يترفع عنها وفي الأول بيكون متوتر ومرتبك جدا لكن بعد كده بيتعامل بشكل طبيعي وبخفف الحكم من عشر سنين لسنتين في الوقت ده تاك بيروح يقابل أبو مان زي ما طلب منه وهناك بيعرض عليه يشتغل لحسبهم وقابل إنه يحقق له كل نفسه فيه زي ما عمل معهم لكن تاك بيرفض ويسيبه ويروح يقابل بارك ويتفقه يوقعه شركة إله ويكشفه الحقيقة للناس بعدها بارك بيروح يزور جو في السجن ويقوله إنه لما يخرج من السجن مش هيشوف غير واحد بس يا هو يا مان فبيزعق له لإنه خايف عليه وبيقوله إنه بحط رجله في النار لكن بارك بيصمم على اللي في دماغه وأما جين فبيقدم بلغ لهيئة الادعاء العام إنه في عملية تسلم وخدرات هتم النهاردة في الحفلة وأول ما يبتعرف بتجهز قوة علشان تقتحم الحفلة بالليل في نفس اليوم بالليل جين بيقعد مع الفريق بتاعه علشان يحطوا الخطة اللي هيمشوا عليها في الحفلة وبيكلف كل واحد فيهم بالمهمة بتاعته وبيدي ألم فيه كاميرا الآي وبيطلب منه يصور كل اللي هيحصل مع من في الحفلة دي من غير ما حد ياخد باله وفي الحفلة بيكون من قاعد بيتعاطى الكحل لحد ما بيفقد الوعي وبيتخانع مع بايك صاحبه قدام الناس كلها وبيقوله إنه تولد بطريقة غير شرعية وبيتخنقه وفجأة الشرطة بتوصل بقيادة يو فاللي بيعمله مان إنه يسيب الحفلة ويطلع فوق بسرعة وأما أي فبيمشي وراه علشان يكمل تسجيل لمان وهو واقفي بيتكلم مع يو أخته اللي بتلومه على كل الجرائم اللي بيعملوها هو وأبوه فبيقول لها مان إنه أخوها وهتقدر تخرجوا زي الشعرة من العجينة من أي قضية وبعدها يسيبها ويمشي وأما يوم فما بتاخدش أي إجراء قانوني ضده لكن الشرطة بتكون أبضت على بايك صاحبه ونروح لجين وفريقه اللي بيكونوا مستنين من تحت في الجاراج علشان يمنعوه يهرب وأول ما يشوفوا عربيته بيقطعوا الطريق عليه بحصروه لكنهم بيتفجأوا لما بيلقوه بار وأما مان فبيقدر يهرب بعربيته من الباب الخلف أو بنرجع لبارك اللي بيروح يقابل أبو مان ويقوله إنه مش هيشتغل معهم تاني من النهاردة ويسيبه ويمشي تاني يوم برحمة نيزور بايك في السجن وهدده إنه هيتسبب في إفلاس شركته لو اعترف عليه في قضية المخدرات وأما جين فبيقرر يودي التسجيل لتاك المدعي العام لأنه الشخص الوحي اللي هيقدر يساقه فيه فبياخد التسجيلات اللي صوروها المن في الحفلة ويوريها ليو أخته ويعرفها إنه أخوها ورقور لللي بيحصل وبعد ما بيطلع من عندها بيروح معلي لتاك يسلموه القلم عشان يمشي في إجراءات القضية لكن تاك بيطلع ندل معهم ويخنهم وقرر يوافق على العرض اللي أبو مان كان عرضه عليه وتشاي بتقرر تساعدهم وتقف صفهم وبتأخر قوة وتطلع بيها على مان تقبض عليه تاني يوم بيروحهم ويتفاوض مع تشاي المدعي العام اللي كانت بتشتغل لحسابهم وبيطلب منها تساعدهم من مرة دي وتقف مع مان في قضيته لكنها بترفق وأما جين فبيروح يزور بايك في السجن وبيعرف منه أن مان اعتدى على بنت اسمها سونج وكانت تحت تأثير المخدرات وأنها كمان كانت شغالة في شركة كيمي الشخص المسؤول عن توريد المخدرات اليوم في نفس الوقت أبو مان بيكون قاعد مع كل أعضاء هيئة الادعاء العام وبيرشيهم علشان يخرجوا مان من السجن وتاني يوم كلهم يتحدوا مع بعض مع عدد جيو اللي بيكون واقف في صف العدالة لكن للأسف ما بيقدرش يقف قصدهم وبالفعل بيفرجوا عن مان بضمان محل أقمته وأما ليه فبتروح تتكلم مع بنت اسمها سونج بعد ما بيعرفوا أن مان اعتدى عليها وبتشجعها ترفع عضية ضد مان وده علشان تجيب حقها لكن سونج بتكون قلانة لأن كم بيهددها في فيديوهاتها اللي معاها ولو عملت كده هينشرهم على الناس وبتخاف من الخطوة لأن حلم حياتها تمسك ولو عملت كده ممكن تتفضح في نفس اليوم بتكون ليه موجودة في المخبأ السري في مكتب جين وبتسمع الصجاة ورجال تبره هما بدوروا في المكتب على أي ورق أو أدلة خص مان وبتكون خايفة من أنهم يكتشف الباب السري بس سوء الحصن الحظ بيمشوا بسرعة لأنهم مرئيوش أي حاجة وبيتفقوا أنهم يروحوا يخلصوا على كيم لأن مع تسجيل مصور لمان وهو بيعتدي على سونج وبعد ما بيمشوا بتتصل ليه على جين تبلغوا باللي هما نويين يعملوه فبيقفل معاها بسرعة ويتصل على كيم يعرفه وبيقدر ينقذ نفسه من غير ما يشوفوه بعدها بروح جيني قابل كيم ويستلم منه الفلاش اللي عليها الفيديوهات اللي بيهدد سونج بيها لأنه أنقذوا من الموت وبعد ما بياخدوها منه بتروح لي تفرح سونج بتوافق إنها تشهد معاهم في القضية تاني يوم بتحضر سونج معاهم الجلسة وتشاي بتكون هي المدعي لعمليها وبنعرف إنها مرتبة كل حاجة مع جين ولي وبتساعدهم في القضية فبتقول سونج للقاضي إنها كانت سهرانة في الحفلة مع مان وشربت معاه عصير عادي من بعدها ما حستش بأي حاجة غير لما فائت من النوم وليجت نفسها في غرفة سرية في شركة كيم وهنا جين وقايت بيكونوا مجاهزين تسجيل كاميرات المرأبة ويعرضوه في المحكمة علشان الغرفة السرية اللي في الشركة تظهر ويكسبوا الجلسة ضد مان في نفس اليوم بالليل جاو بيكون قاعد في عربيته مستني بارك وبيبقى مخب سكينته في الجاكت بتاعه علشان يقتل بارك بيها لأنه مخرجوه من السجن مخصوص علشان يقتله وبعد ما بارك بيركب العربية بيتكلموا شوية مع بعضه بخصوص قضية مان وبعدها بارك يسيبه ويمشي وأول ما بارك بيبعد عنه بيكون فيه شخص مجهول ركب العربية وطعن جاو بالسكينة وهرب بسرعة تاني يوم بتروح الشرطة تفتش مكتب المحامة بتاع بارك وبيلاقوا السلاح اللي جاو والطعم بيه ويقبضوا عليه بتهمة الشروع في القتل وما حدش بيكون مصدق أن بارك أصلا ممكن يعمل كده في جاو حتى مان نفسه وبنعرف هنا أن هونج هو اللي عمل كده بأمر من أبو مان تاني يوم المساعد بتاع بارك بيروح لجين مكتبه وبيترجاه يترافع عن بارك لكن جين وفريقه بيرفضه وأما مان فبيطلب من بيوم يعين حد من مجالتهم عشان يرائب سونج بدل ما هي بتعمل لهم مشاكل كل شوية وبعدها بيروح يزور بارك في السجن علشان يستفزه لكن بارك بيقوله أن جين مش هيسيبه وعايش كتير وهيقتله قريب في نفس اليوم بتكون الجلسة التانية لقضية سونج ومان والقاضي بيطلب من تشاي تجيب شهود تاني يعترفوا بأن مان اعتدى عليهم علشان موقفهم يقوى في القضية وبعد ما بيخرجوا من الجلسة بيجري هونج بسرعة على مان ويسألوا لو كان اعتدى على بنات تانيين وده علشان يرحقوا يوصلوا لهم قبل ما الطرف التاني يوصل لهم وبيقول له مان أنه فيه بنت اسمها قوم وبعد شوية بيجيبهم تمدعي عام جديد اسمه كو علشان يترافع عن مان في القضية وبيعرفوا منه أن عقوبة بارك هتزيد لو جاوة قتل فبيقرروا يقتلوه ولما سونج بتروح شوالها بتشوف رجالة كتير جدا تبع مان فتتصل على لي علشان تبلغها وبيتقابلهما الاتنين ولي بتطلب من سونج تجي تعيش معها ثبيت أهلها بيجيهم الجلسة وقوم بتدخل المحكمة معليه بتعترف للقاضي إن مان اعتدى عليها وحاول يرشيها بالفلوس كمان علشان تكتب وبتطلع الشيك اللي مان كم مديه لها أو بيكسبوا الجلسة تاني مرة والأخبار بتتنشر في التلفزيون وسمعت شركة إلو بتكون في الأرض تاني يوم الصبح بيروح جين لموقع الجريمة لأنه قرر يترافع عن بارك وشوف هناك أسهر رجلين على الأرض بعدها بيروح المحكمة علشان يترافع عنه والمدعي العام بيقدم الشاهد الوحيد في القضية والزابط بيأكد لهم إن اللي عمل كده هو بار بالرغم إن مفيش أدلة تثبت صحة كلامه لكن جين بيقدم صور مسرح الجريمة للقاضي وبيقول إن كان فيه أثر رجلين والأثر دول مختلفين واحدة طويلة وواحدة قسيرة وده معناه إن كان في حد تاني معهم في نفس المكان وقت حدوث الجريمة وفاجأة بيحصل لجين تشويش في الزاكرة وبيترافع عن قضية جيونج وأبو وبدل ما يترافع عن قضية بار وهنا الناس كلها بتتصدم لما بتسمعوا والقاضي بيدلهم استراحة وبعدين يكملوا الجلسة بعد شوية ولما بيكملوا بيعرض جين الفيديو اللي عربية جاو صورته وبيلا إن الكاميرا تهزت بعد ما بار نزل منها وده معناه إن الآتل مش بار ده غير إن فيه جروح على إيد جاو بتفسر إنه قوام القاتل لكن ما فيش حاجة على إيد بار وبعدها بياخده استراحة وأما مان فبيطلب من بيوم يجيب للتقارير الصحية بتاع الجين وبيتفجؤوا لما بيعرفوا إنه مريض بنفس المرض اللي كان عنده أبوه وبيوم بيكون زعلان جدا عليه بنروح بعدها الأومان اللي بيستعقل رجالته يخلصوا على جاو علشان بار ياخد حكم في القضية ويبعتوله لقاتل على المستشفى وأول ما بيدخل الأوضى بيرفع جهاز التنفس من عليه لكنه بيكون فخ من صبله واللي نايم على السرير سانج المساعد بتاع بار فبيجيب جين الأمن وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما يقبضوا عليه في الوقت ده الغرسة بتكون بدأت والكل مستنين جين يدخل ولما بيوصل للمدهي العالم بيعلم إنهم أبضوا على المشتبه الرئيسي وإن بارك طلع براء وأول ما بارك بيخرج بيجرب سرعا على المستشفى علشان يزور جاو وأول ما بيوصل جاو بيموت وبروح بعدها الزابط اللي يشاهد عليه في المحكمة ويعته على اللي عمله لإنهم كانوا بيشتغلوا مع بعض زمان وهنا الزابط وعلشان حابب يرجع العلاقة مع بار بيقولوا إن الشاهد الوحيد على قضية الانفجار لسه ما سفرش بره وأما جين فبيقدم طلب للمحكمة بفتح قضية جيونج بالتاني لإن المرة اللي فاتت مان ما تسجنش ولا تحكم فيها والمرة دي مختلفة عن أي مرة لإن بيون سلم السلاح لمن قتل جيونج بي للقاضي والقاضي جيو سلموا الجين في نفس اليوم بالليل بيروح جين يتعشف مطعم البيتزا وفي نصط الأكل بيطلب منهم يعملوا حساب أبوه معاهم لإنه بيحبها جدا والكل بيتصدم أول ما بيسمعه ولما جين بيفهم ما هو عمل إيه بيسيبهم ويمشي ونرح لتاك اللي بيروح يتفق مع رئيس الادعاء العام إنه هيسلم القضية المدعي عام تاني وبنعرف هنا إن تاك ما خنش جين وإن شغله مع شركة إله كان جزء أصلا من خطته ونرجع لبارك اللي بيروح يزور أبو مان في بيته ويعود يستفز به وقبل ما يمشي بينصحه ما يسقشف هونغ زيادة عن اللزوم في الوقت ده بيلاحظ جيو اختفاء بيونغ بيكون عارف إن مان هو السبب ولما يدور وراه بلأوه سافر أمريكا لكنهم بيبقوا فهمين إن مان عمل حاجة فيه وفعلا من بيكون خطفه وبيعز به وبعدها بيفرج عنه وأما بار فبرح يبلغه مكان بيونغ وأول ما جين بيعرف يروح له على هناك على طول ويطلب منه يشهد معهم في القضية ضد مان لكن بيونغ بيرفض لإنه خايف من مان في نفس اليوم بيكون أول جلسة في قضية جيونغ بعد ما تفتح التاني وجين اللي بروح يترافع في القضية والشاهد الوحيد بيكون مفتش جوار وبيعترف للمحكمة إنه أكبر سيو على الاعتراف غصبة عنه بالرغم إنه ما عملش أي حاجة وهنا القاضي بيسأله عن الدليل اللي بيثبت كلامه فبيطلع السلاح اللي مان ارتكب به الجريمة وقدمه لهم ده كمان مع كشف التحليل الجنائي اللي بيثبت إن الدم اللي على السلاح هو دم جيونغ والقاضي بيسأله عن صاحب السلاح فبيقوله إنه مش هيقدر يعترف بهويته الحقيقية لإنه معرض للخطر وفجأة بيفتح بيون باب القاعة وبيدخل المحكمة ويعترف للقاضي إنه هو اللي جاب السلاح لجين وبيعترف لهم إن مان هو القاتل الحقيقي وإنه اتصل عليه بعد ما قتل جيونغ وطلب منه يخفي أي دليل يدين وساعتها احتفظ بيون بالسلاح علشان يأمن نفسه لو مان حبي لبسه القاضية وهنا بيقدم القاضي اعتذر رسمي سيو والعالم كله بيعرف إنه بريء وإنه تسكن ظلم في اللحظة دي بيبدأ مان بتنفيذ خطته وبيكون خلص أوراقه كلها وغير اسمه الجاو وأما يوه فبتدخل قوضة مان وبتشوف الباسور في الدر لكن مان بيدخل ياخده منها ويؤمرها تخبي الموضوع عن كل الناس وأول ما أبوه بيعرف إنه هرب وساوي تحمل مسؤولية كل الجرايم والمصايب اللي عملها بيتصدم وما بيكونش عارف يعمل إيه في الوقت ده بتطلب يوم من ليه تجي تقابلها بأسرع وقت وتعرف أن مان غير هويته علشان يسافر الصين فجين وليه بيحدده موقع مان ويرحوله على هناك ويمنعه يركب الطيارة على آخر لحظة والشرطة بتقبض عليه في نفس اليوم بيكون في جلسة تبع عضية جيون ومن بيطلب من المحكمة يدخل الشاهد اللي معاه لكن القاضي بيرفض ويقوله أن مان طرد الشاهد من شركته وأكيد زور شاهدته علشان ينتقم منه ولما بياخدوا استراحة بين الجلستين بياخد مان القاضي على جنب ويوريه أن القنوات الإخبارية كلها بتتكلم عن وكيل الوزارة اللي أخد رشوة وبيهدده أنه هيعمل معاه كده لو ما حكمش بالعدل في المحكمة وبعد شوية بتبدأ الجلسة والقاضي بيسمح لجين يدخل الشاهد تاني اللي معاه ومان وهونج بيتصدموا أول ما بيسمعوه لأن الشاهد ده بيكون جوار اللي جهوا اعترف أن مان هو اللي أمره يجبر سيو على الاعتراف بشاهدته وهنا جين بيقول للقاضي أن مان ارتكب جرائم كتير جدا بعد أكل جونج زي التهريب الضريبي والرشاوي وتجارة المخدرات والاختصال وبيقدم للقاضي كل الأدلة اللي بتثبت كلامه وأخيرا بيتحكم على مان بالأعدام والنس كلها بتكون شمدنين به ولما بيدخل مان السجن بيتعامل مع الحراس والدكتور زي ما كان بيتعامل مع رجالته بيهنهم كل شوية بس الدكتور ما بيسكتلوش وبيرفض يديله المهدقات اللي بياخدها لأنه كان بيتعاطي الكحل والمخدرات وأما هونج فبياخد التقارير المالية لأسهم الشركة وبيقول لأبو مان أنهم خسروا مبالغ كبيرة جدا خلال الكم ساعة اللي فاته فبيتعصب عليه وبيرمي الورق في وشه بعدها بيروح يزور مان ابنه في السجن وبيتخاني معاه لأنه السبب في كل اللي بيحصل لهم وبيتخلى عنه وما بيرضاش أصلا يساعده وما ما بيكونش مسدق أن أبوه ممكن يعمل فيه كده في الوقت ده هونج بيروح يقابل تاك وبارك وبيتفق معاهم أنه هيجيب لهم كل الأدلة اللي بدين أبو مان علشان يدخلوا هو كمان السدق وفعلا بيعمل كده وتاني يوم تاك بيروح يقبض على أبو مان وأما ليه فبترحي ثمان تقبض على هونج لأنه كان بياخد رشوة من شركة إلهو مقابل لخدمات الغير مشروعة اللي كان بيعملها لهم وبنعرف هنا أن تاك اللي ساعدها وقدم لها الأدلة بعدها جين وليه بيخرجهم مفرحنين جدا بالنجاح اللي حققوا في نفس اليوم بالليل مان بيقرر ينتحر بعدما كل الناس تخلت عنه حتى أبوه في الوقت ده بتقبض الشرطة على أبو مان بعدما ثبتت عليه كل التهم اللي عملها وأما جين فبيدخل المقر السري بتاعه في مكتبه يشيل كل حاجة من هناك ويسيب فيديو على اللابتوب لليه علشان تتفرج عليه ولما بتشوفه بيقول لها جين أنه مش هيقدر يكمل معاها لأنه بيفقد ذكرته كل ما الوقت يعدي ومش هيقدر يعزبها معاها أكتر من كده وبعد سنة بيظهر بارك في المحكمة هو بيترافع عن ستة غلبانة شغالة على عربية بطاطس وبيكسب لها القضية بعدها بيطلع على مكتب جين وبنعرف أن جين طلب منه يدير المكتب بتاعه ويجيب الناس الغلابة حققهم لأنه مش هيقدر يشتغل تاني بعدما فقط ذكرته ولما بيجتمع بارك مع فريق جين بيكونوا بيتفروا على الفيديو اللي جين كان سيبهولهم وما بيكونوش عارفين هو مختفي فين طول الفترة اللي فاتت وبعد كم يوم ليه بتشوف جين بالصدفة وبتتصدم لما بيعدي من جنبها من غير حتى ما يبصلها فبتجري وراه وتطلع له سلسلة خاتم زواج والدته علشان الزاكرة ترجع له زي ما كان بيعمل مع أبوه لكن جين برضو ما بيفتكرش أي حاجة أوه بكده تخلص قصتنا بس عاوز أقول لكم إن الناس أصحاب البصمة زي جين هيفضلوا في قلوب وذكرة الناس اللي بيحبوهم حتى لو هم أنفسهم فقدوا ذكرتهم ونسيوهم وأخيرا ولإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله فكفية تعملوا لايك وفي التعليقات تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتشاركوا الفيديو مع اللي بيحب النعدة من المسلسلات ولإن الإشعارات للأسف مش بتوصل لناس كتير اتأكدوا من تفعيل الجرس على خيارك كل عشان يوصل لكم كل جديد سلام